اشتركوا في القناة ما أوجه المنتخب المصري في الثواني الأخيرة من مواجهتها مع غانا لغاية الديها 94 تقريبا كان الواحد على عصابه لأنه غانا كانت متقدمة أنا بتابع طبعا نتيجة المطش وأنا بتابع مباراة مصر والكاف فردي أو الرأس الأخضر عشان لما نقول لكم الأرقام ما بتجدبش ونقول إن الرأس الأخضر هو أقوى منتخب أو هو المنتخب اللي هينافس مع منتخب مصر في البطولة تبقوا تعرفوا إن احنا بنتكلم وبندرس الأرقام الخاصة بالمنتخبات بشكل موضوع جدا وبحث جدا وديكوا شفتوا الرأس الأخضر اللي قالوا عليها لا تتجاوز 500 ألف نسمة واللي قالوا عليها مجرد ثلاث جزر في غرب أفريقيا شايفين الكرة عندهم عاملة إزاي؟ دي ناس بتشتغل وناس بتخطط وناس بتكتهد عشان يوصلوا لمرحلة دي صحيح يعني مختلفين على فكرة قدرتهم على موسط المشوار فلي ما عندوش من الخبرات الكبيرة للتعامل مع المراحل الإقصائية بالتأكيد هيخش في مواجهات صعبة موزنبيق في النهاية منتخب متوسط غينة مش في أفضل حالتها مصر برضو مش في أفضل حالتها فبتالي كان الزهور بالشكل ده لمنتخب الكاف فردي لكن هل ممكن يكمل مغامرة؟ الله أعلم لكن اللي يخصنا في الحكاية إحنا منتخب مصر اللي تأهل تأهل لدور الستاشر بدون تحقيق فوز واحد ثلاثة عدلات كانت كفيلة بأنها تخلي مصر أو تتيح لمصر الفرصة في استكمال مشوارها في محاولة محاولة لتحقيق لقب غاب من 14 سنة ولكن التأهل كان عن طريق هدف أحرازته موزنبيق في مرمغانا في الدقيقة 94 ثلاثة نقاط فقط لا غير هي رصيد مصر في البطولة لكنها كانت كفيلة بتأهل المنتخب المصري لدور الستاشر ومن دور الستاشر يبدأ حكاية جديدة ونفتح فصل جديد في طريق يبدو ممهدا في دور الستاشر ودور التمانية إذا ما استطاع منتخب مصر تجاوز مباراة الأحد اللي جاي أيوا إحنا هنلعب مطشنا يوم الحد اللي جاي 28 الساعة عشر ومساء طرف المباراة دي طرف مواجهة مصر في دور الستاشر لم يتحدد بعد هنقول لحضراتكم النهاردة إيه السيناريوهات المتوقعة المنتخب اللي هيوجه منتخب مصر مرتبط بنتائج مطشط النهاردة اللي بتتلعب عندنا جنوب إفريقيا في مواجهة تونس عندنا زامبيا في مواجهة المغرب عندنا نميبيا في مواجهة ماليو عندنا تنزانيا في مواجهة الكونجو الديمقراطية تريزي جي مش عايزة أقول الجندي المجهول لكن واحد من نجوم مصر الحقيقة مش بس في البطولة دي لكن في كل البطولات مصطفى محمد عمر مرموش إمام عشور الحقيقة يمكن يكونوا دول يعني قبلة الحقيقة بالنسبة للمشوار منتخب مصره بالنسبة للمشوار فيتوريا الحقيقة اللي ما كانش على قد المستوى حتى اللحظة أتمنى أنه يعيد حساباته وبالتأكيد بعد غياب محمد صلاح وبعد تأكد غياب محمد شناوي ألف السلامة طبعا على الكابتن محمد شناوي تعرض لإصابة في الكتف لغاية اللحظات قبل الحلقة ما تبتدي كنتم أحاول أتعرف على آخر تطورات الإصابة لكن ما عنديش خبر دقيق أقدر أقوله لحضراتكم لكن على مدار الحلقة طبعا تأكد غياب الشناوي لفترة طويلة لن تقل بأي حال من الأحوال عن ثلاث شهور وأنا حاول نعرف طبعا من الجهاز الطبي لنادي الأهلي الأخبار في حالة ما تخط خلينا بس أرجع لمشوار مصر في أمم أفريقيا إن شاء الله إذا تخطينا دور الستاشر هيكون عندنا مواجهة سهلة نسبيا نسبيا لأنه ما فيش مواجهات سهلة مع الفائز من غينة الاستوائية وغينية وإذا تمكن منتخب مصر من تجاوز دور التمانية هتكون مواجهة محتملة في الدور قبل النهائي في مواجهة مين هو اللي جي في طريقنا بقى هو اللي اختار السنغال على كل أحوال هشوف مع حضرتكم الحزب النهاردة والحكاية والرواية ومين ممكن يكون هيواجه مين وجدول المطشاط اللي جاي إن شاء الله في الأدوار الإقصائية في أمم إفريقيا بس خلينا روح لزميلي العزيز فاروق صلاح من عجمان من الإمارات الشقيقة نتطمن على أخبار النادي الأهلي والآن نتطمن على الشناوي الأهلي لعب مباراة بارح شارك فيه عدد كبير جدا من اللعيبة للشباب خلينا نتطمن كده على ردود الأفعال على المباراة ويهمني كمان أعرف تواصل الجهاز الطبي للنادي الأهلي مع الجهاز الطبي في المنتخب أنا عارف طبعا النهاردة اتحاد الكرة أعلن أنه سيتم تحمل تكلفة رحلة علاج الشناوي اللي سافر لألمانيا بالفعل عشان يخضع للفحص كامل النفقات سواء رحلة أو فترة العلاج هتكون طبعا بيتحمل نفقاتها